أحسن الله عليكم المستمع آدم علي إبراهيم من السودان محافظة شمال كردفان يقول أتقدم إلى فضيلة شيخنا صالح بن فوزان الفوزان أسأل عن شرح الآية التالية من سورة المائدة وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلى حير من دون الله قال سبحانك ما يكون لأن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علم غيوب هذا في يوم القيامة يقول الله سبحانه وتعالى للمسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام موبخاً النصارى الذين اتخذوه وأمه آلهة يعبدونهم مع الله فقالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقالوا إن المسيح ابن مريم هو ابن الله وثالث ثلاثة وفي يوم القيامة يفضحهم الله سبحانه وتعالى لأن يسأل المسيح أمام الخلق من النصارى وغيرهم ما أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله كما كان النصارى يفعلون ذلك واتخذوك وأمك آلهة من دون الله فالمسيح عليه السلام يتبرأ من هذا العمل فيقول سبحانك تنزيه لله سبحانه وتعالى ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق لأن العبادة حق لله سبحانه وتعالى لا يشاركه في هذا الحق أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من الأولياء ولا صالح من الصالحين ولا جن ولا إنس ولا حجر ولا شجر ولا أي شيء حق خالص لله سبحانه وتعالى ولهذا يقول المسيح عليه السلام ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق اعتراف منه أن العبادة حق لله سبحانه وتعالى وأنها ليست حقا للمخلوق لا لعيسى ولا لغيره فهذا فيه تكذيب للنصارى وفضح لهم الذين لا يزالون على هذا الكفر أو يزيد شرهم لأنهم يعبدون الصليب ويعتقدون أن المسيح ابن الله أو أنه هو الله أو ثالث ثلاثة تعالى الله عما يقولون علوا كبير فهذه الآية أو هذه الآيات فيها إبطال الشرك من أصله فإنه إذا بطل الشرك في حق الأنبياء والمرسلين فكيف بغيرهم يعني إذا بطل دعوة الأنبياء والمرسلين من دون الله فكيف بدعوة غيرهم ممن هو دونه نعم وآخر الله إن كنت قلته فقط بألمته تعالى ما نفسه ولا ألمه هو من هذا نعم هو من هذا التقليل والإنكار في إثبات صفات النفس في إثبات صفات النفس لله وفي إثبات حاطة علم الله بكل شيء وأنه لو قاله عيسى لعلمه الله سبحانه وتعالى والله لا يعلم أن عيسى قال هذا وما لم يعلمه الله فهو محال لأن الله عالم بكل شيء سبحانه وتعالى نعم موسيقى